السلام عليكم نتكلم اليوم عن إشارة خف الجمل الأثمن والأكثر مالنا على الإطلاق خف الجمل إشارة مهمة وتكنيزية بامتياز ولها مدلول أيضا فهي تعني ربع حمل الجمل 200 كيلو والمعروف أن الجمل يستطيع حمل 700 كيلو إشارة خف الجمل استخدمها اليهود خاصة أثناء فترة اتهادهم خصوصا في أثناء حكم الطاغية نيرون وقد دفنوا أموالهم وأملاكهم بشكل سريع ووضعوا الخف كإشارة سهلة نحت ولا ثثير الشك وممكن نقشها بسرعة أغلب إشارات الخف يكون أمامها رجم على مسافة 11 خطوة تقريبا هذا الرجم تحته الهدف أو الخابيئة وهي إشارة ثمينة وسهلة إن لم تجد رجم أمامها عليك بقياس طول الخف من الزموع إلى نهايته وتحول الناتج لخطوات وتتجت أمامه لابد أن تجد تثبيث كذلك وأيضا يوجد خف الجمل عادة في الصف الكبيرة وعادة يكون قريب من واد أو مجرى ماء ليس شرط أن يكون على صخرة كبيرة ويكون حجمه أقل من الحجم الطبيعي لخف الجمل ويكون بهيئة الحفر وفي بعض الحالات يأتي نفر أهداف خف الجمل تختلف أهداف خف الجمل فمنها التكنيزي ومنها الدلالي فتكنيزي منها نميز نوع هدفه حسب التوابع فمثلا لو كان قرب خف الجمل جرن مخروطي فالهدف غرفة سرية داخل بئر وإن كان بقربة جرن صغير بحجم حبة الحمص أي واحد على واحد سم فهدفه ران أو رانات بالصخر وممكن أن تصاحبه جرن قطر بين ثلاثة وخمسة سنتمتر لتدل على مقبرة قريبة وإن لم يكن معه توابع فالهدف داخل رجم حجارة قريب من الخف وعادة الهدف يكون قبر تاجر في تلك الحقبة أما الدلالي منها فعادة يأتي على كتف الوادي ويرمز به إلى ممر للجمال لا أكثر وأما الخف النفر فهدفه مدفن بالصخر في شكل رانات أو مدفن صخري ويكون ثمين إذا أتى خفت جمل مع إشارات وتوابع الخف مثل السيالات أو الأجران تتحكم في نوع الهدف ومكانه لكنه يبقى من الإشارات السهلة على الإطلاق ويمكن الوصول له وحله بسرعة المهمة أن يكون لديك مثل هذا الإشارة وإلى لقاء أخرى لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو وعمل لايك للفديو وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته